هاي ملك هاي شيف كيفنا اليوم الحمدلله شو شو محضرنا اليوم بحلقة المطبخ العربي الاصيل اليوم هنعمل من المطبخ الشمال افريق المطبخ الليبي هين المطابخ كمان الغنية بالطعمات بالمواد اللي بيستعملوها المطبخ الليبي غني كتير ما بيتلخص بكم طبخها اليوم هنعمل تلات اطباق من 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 المطبخ الليبي هنعمل مبطن بالبطاطا بيكون محشي لحم البطاطا وبيقلوها قليل اما في قاعدة عمصانية هنعمل افطيري باللحمة وحنعمل الحلو اللي هني افطيري باللوز يعني اللوز وجوز الهند فالمطبخ الليبي هو المطابخ اللي كتير مأثرة اكيد بالمطابخ اللي جنبه يعني عندك المغرب عندك تونس عندك الجزائر السودان مصر وعنده كتير تأثر بالمطبخ الايطالي لانه الايطاليه عاشوا في ليبيا مده معينه هلا هنبلش اول شي نقلي اللحمة نجهز اذا هنستعمل اللحمة طبقين اول واحدة هنكون فيها اللحمة مع بصل وبقدونس ملح وجوز طيب هيدا لحشبة اللحمة لحشبة الفطيغة تاني واحدة هيكون فيها اعشاب اكتر وبنادورة اللي منحشي فيها البطاطا اوكي هنبلش اول شي نحمي الزيت نحمي السوري الطنجرة وزيت زيتون مثل كل اكلهم في زيتون كل اكلهم كل اكلهم من البلدين اللي بيستعملوا كتير زيت زيتون بمطخن خلنا فعلا يعني عن جد بتعتبر ليبيا من المناطق اللي كتير طبيعتها الجغرافية متنوعة عندهم من اكبر السحارة الموجودة بالعالم حتى عندهم محمية طبيعية خضرة انه اتفاجأت انه حسب ما قريت انه اكبر من لبنان هذه المحمية الطبيعية الخضرة اسموا الجبل الاخضر بالنهاية اليوم ليبيا من البلدان كتير كبيرة مساحة وعندهم حدود مع البحر الابر المتوسط عندهم حدود مع مصر من ميلة فاجباري هالمنطقة يكون فيها خضار شي محال منور البحر الابر المتوسط اللي هو بالاجمال معتدل الطاس بس اكيدة كمان عندها صحرة كبيرة نازموت متل بلدان المغرب العربية في شقف خضر شقف فيها صحرة والاكل طبعا فيه بتشابه ببعضهم يعني الطاجين في طاجين هون وطاجين هون الكوسكوس في كوسكوس هون وكوسكوس هون كل بلد لانه في عندهم هنه متل تقولي جزور واحدة اللي هن البربر اللي كانوا عايشين بالمنطقة هونيين بلاس بعدين اكيدة ايجو العرب وفاد كمان العربية نخلط مع الاكل الليبي الاصلي الاساسي يعني الشعوب العيشين هونيك البربر واليوم نشوف المطبخ الليبي متل ما هو هلأ